قام رئيس هيئة التفتش القضائي القاضي ناظم باوزير بزيارة تفقدية لمحكمتين ونيابتين الحجرية والمواسط والمعافر بمحافظة تعزة بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على التحديات والتأكد من الالتزام بالإجراءات القضائية وخلال الزيارة طلع باوزير على طبيعة العمل في المحاكم والنيابات مستعرضا الانجازات التي تم تحقيقها والمعوقات التي تواجهها المحاكم والنيابات نتيجة للظروف الراهنة هذا وشدد باوزير على أهمية الانضمام الوظيفي وسرعة البث في قضايا لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ديقة المواطنين في القضاء